اشتركوا في القناة الاناتومي. هو التشريح الشعاعي. التشريح الشعاعي. التطور الحديث للتصوير الشعاعي اللي هو المقطع ايه كطبيق المحوري والمرناني. تطلب معرفة تشريحية وفق مستوياتي. هاي المستويات هلا رح ندرسها خلال هاد الفصل بفيديوهات مفصلة لحتى نفهمها بشكل آآ واضح. ما بدي يكن تشغلوا بالكين فيها. بس المهم انو نحن وطلبنا ندرس شيء بتكن تعتبروها هلا هاي المستويات متل اشكال او متل اقسام او متل كزا. نحن بنقسم مثلا آآ مثلا انها اللي عم باخد صورة امامية خلفية. ممكن اخد صورة بالعرض. تمام? يعني تاخدني من هي جهة. هل رح نحكي عنهم بالتفصيل وقت اللي بدنا نحكي عن المستويات. يتطلب معرفة التوضع الطبيعي العناصر التشريحية كما يزهر بطراق الاستقصاء الشعاعي المختلفة كالتصوير بالصدى والاشعة السينية البسيطة مع او بدون حق نزولي. طبعا هادون الشغلات كلها مانا آآ جديدة لكن كلها اخذينا انتو بمادة الفيزياء الطبية الجميلة الجميلة بنقوسين طبعا آآ آآ وتعرفون. الشي اللي بد ياك انتعرفوك بهننا نحن تشريحيا انه الوقت اللي بجيب لي سيرت والله اشعة سينية. ما حقن او بدون حقن نفس الشيء تمام? وقت اللي بجيب لي سيرت طبقي محوري اللي سي تي. اللي بجيب لي سيرت مرنان مغناطيسي. اللي هو ام ار اي. او بجيب لي سيرت ايكو. انا فورا لازم يروح لازه هني شو? تشريح شو هاي? طبعا في شغلة كان لازم نحكيها من زمان. بس آآ بنحكيه هلا. انه نحن. بانواع التشريح الستة. باقسام التشريح الستة. هني مانن اقسام منتصلين عن بعض. يعني انا ما بجي والله آآ بروح والله هذا يلا تشريح وصفي خلاص هو ما له علاقة بشي تاني. بجي على تشريح شعاعي والله ما له علاقة بشي تاني. لأ. هني كل متكاملين مع بعض. كله متكامل مع بعض. يعني هلا انا وقت المثلا عن بدرة بالتشريح الشعاعي شفت صورة شعاعية. فرضا للقلب. فرضا تمام? آآ بدي اعرف انا مسلا كصمامات للقلب. بدي اعرف انا هاد الصمام شو وظيفته? شو وظيفته? شو حكيت معناتها انا بالتشريح الوظيفي. بدي اعرف الموضع الالو او الموقع او اوصفه. يعني آآ اعرف هادا وين موجود او كيف موجود او شو الالية الموجود فيها. انا رحت عال التشريح الوصفي. طيب انا ليش عم بعمل هادون شغلات. لا شوفش المرض. لا شوفش العلة. كرمال يساعدني على التشخيص. وين حكيت هلا انا تشريح سريري. كله مدموج مع بعضه. تمام? هي الشغلة اللي بدي اياك ان تفهموا. انه والله ما كل واحد مفصل عن تاني. لا كلا بيكاملوا بعض وكلا ما احلاها. طيب. هادون هنه الصور الشعاعية اللي عم يحكيلي عنها. بس انا ربطا كرمال تعرفوا الفرق بيناتين. هلا هاي الصورة طبعا الاكس راي اللي هي الاشاعة السينية. هاي صورة الايكو. تمام? هاي طبقي محوري سيتي. وهي الام ارا اي. منشوف انه هاي المستوى صاير منفوق لتحت. عم ياخد ليها هيك بطبقات. اما هاي الصورة عم يشف ليهاها من الجنب. تمام? بشكل جانبي. فهذا المنفوق لتحت هو عبارة عن مستوى. تمام? بدنا نسميه بكرا مستوى مستعرض. والجاي بهاي جهة من الجنب. هو مستوى سهمي. تمام? بس انتوا بكير هلا على هاد الحكي راح ناخدهم بالتفصيل ويتشوف وين افيها سهل منه. طيب. تشريح الوظيفة الفيزيولوجي. فانكشنال او فيزيولوجيكال اناتومي. فانكشنال او فيزيولوجيكال اناتومي. هاد هو التشريح الوظيفة. شو التشريح الوظيفة عم يحكيلي عن وظائف العضو. وظائف الاتصال. متل ما حكينا. لا نستطيع. فصل الوظيفة. معنا الشكل. طبعا انا خطي بشيء بالعادة هيك يعني فكنت تعودوا عليه. مهم. ما فينا ابدا. يعني حتى بالفيزيولوجيا بدي يحكي لك عن مقدمة الشيحية. لازم انا اعرف مثلا هلا عم يقلي الحركة. حكينا بالحركة. بدي عارف العضلة وين موجودة. لحت اعرف شو الحركة اللي بدأت عاملها. التعصيب. متل ما حكينا في عنا تعصيب حسي وجسدي. كمان. الصوت. طيب الصوت في عندي انا بالفصل الرابع تشريح للحنجرة. تشريح الحنجرة. بشوف انا الحنجرة من شو مكونة. كل مكون منها كيف بيتوضع. شو علاقته بالمكونات التانية. وقتها بعرف آلية تشكيل الصوت. آلية تشكيل الصوت اللي هي عبارة عن وظيفة. فانا التشريح دلني على الوظيفة. طيب. وظائف التغذية. متل الهضم. تنفس الدوران. تبور. كل هادون كمان رح نحكي عنهم بالاجهزة المفصلة للاقلين. آآ بالفصل الجاي. بس كله بالنهاية عن شو عم نحكي عن وظيفة. ما منطقية ناية والله ايجي احكي عن جهاز الهضم. قل لك آآ. مسلا وظيفة جهاز الهضم انقصاص الطعام. ما رح ماني. ما حد. او قل لك مسلا يمتص كزا من المعدة. وكزا من المعدة الدقيق. وكزا للمعدة الغليز. آآ ما في نقل لك انا هالشغلات ازا ما انت اساسا فيه بمخيلتك. هاي الزاكرة التصويرية او البطارية اللي بنحكي عنها. ازا ما في بخيالك او براسك. آآ صورة عن جهاز الهضم. بتعرف ان المعدة توضعها هون. بعدين عندي الامعاء. بعدين عندي الكله متكامل مع غاضب. تمام? هاي هي الفكرة اللي بدنا يا. الوظيفة التناسلية كمان نفس الشيء. تمام? آآ آخر قسم من اقسام التشريح هو التشريح الجهازي سيستيميك. اناتومي سيستيميك. اللي هو جهازي مثل سيستيم. تمام? جهازي. تشريح جهازي. يعني بدراسة الاجهزة بشكل متكامل من نواحن مختلفة. مثل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي. آآ يعني هون نحن عانشون نحكي كل جهاز عان نحكيه بحال. جهاز كذا ندرسه مثل ما هو. جهاز كذا ندرسه مثل ما هو. ونحن بالكتاب. عنا آآ آآ هلا هذا اول فصل. ال 11 فصل الجايين. واحد منهم بيحكي عن القلب والدوران. واحد بيحكي عن التنفس. واحد بيحكي عن الهضم. واحد بيحكي عن الجهاز البولي التناسلة. الغداد. هادون كلا يعني عم ندرسن كاجهزة. تمام? هي الفكرة. طيب. آآ فيه سؤالون يراودوني. سؤالون صعبون يراودوني. انت هون هلا عم تقلي بالتشريح الجهازي. آآ عم ندرسك جهاز جهاز التنفسي وجهاز حسب نواحي. طيب. ما انت رجعت حكيت لي بتشريح الوصفة انه يقسم الى تشريح توبغرافي. توبغرافيك اناتومي او رجلنا الاناتومي. تشريح ناحي. طيب. شو الفرق بين التشريح الناحي والتشريح الجهازي. انت اسألتني وانا شو عليا. جاوك. طيب. تشريح الناحي. وقت اللي حكينا عن التشريح الناحي وعطيتك مثال لحتى نفهم هاي الفكرة. يجيت قلت لك والله في عندي اطراف وبطن وآآ اطراف زراع. ساعد. يد. بعد انقلنا بالزراع في عندي ناحية امامية وناحية خلفية. تمام؟ هاي وين عم نحكي نحنا تشريح ناحية. الجهازي هون منحكي. طيب. هلا لنفهم الفرق بيناتهم بشكل اكتر ما رح احكي هلا عن المثال اللي حكينا عنه. بدي احكي عن ناحية تانية. اللي هي البطن. البطن. نحنا اذا بتذكروا بالتشريح الناحي معنش لو عملنا مراجعة صغيرة. قلنا مندرس من السطح الى العمق. من السطح الى العمق. بيجي انا عند البطن. شوف مسلا عندي جلد بالسطح. تحت وبيكون عندي عضلات. تحت العضلات في عندي الاحشاء. اللي هي حسب وين عم ندرس نحنا بالبطن. ممكن تكون المايدة الامعاء الكلية اللي هو. مهم. اللي هو. مهم انه نحنا عم ندرس بهذا الترتيب. اما لاحظ معكم. التشريح الجهازي. نطلق لك جهاز هضم. انا ما نعم بحكي عن منطقة معينة. يعني ما بيجيب والله بدرس جهاز الهضم بيجيب قللك معي دي امعاء ومعي غليز وشو بيعرفني لأ. الهضم بيبلش من الفم. الفم باي ناحية موجودة بالرأس. نجي بعدين فرضا البلعوم. باي ناحية موجودة. العنق. نجي بعدين فرضا للمري. موجودة بالصدر. نجي بعدين للمعدة والامعاء والكزا بالبطن. واخر شي في عندي المستقيم. بيالحوض. تمام. هلا هون وتحط لك الفكرة تماما انت شو الفرق بين الناحية والهي. لو انا عم بدرس ناحية العنق. كنت رح ادرس البلعوم بلنا. بس ما كنت رح ادرسه لحاله. كنت رح ادرس البلعوم. كنت رح ادرس العضلات. كنت رح ادرس الشرايين. رح ادرس الاوردة. رح ادرس كل شيء موجود بالعنق. تمام? غير وقت اللي بيقلك جهاز هضم. جهاز الهضم بيكون او حي الله جهاز. يكون ممتد على كزا ناحية. ما ضروا الناحية وحدة. مسلا جهاز تنفس. انف. بلعوه. بعدين نوصل على الحنجرة الرغامة للقصرات. تمام? بس هي الفكرة. انه الجهازي ندرسه على كزا ناحية. اما الناحية ندرسه من السطح للامق. طيب اخر شي بننا نكهي. عمي قلي انه والله بالنسبة لطلاب الماجستر الاختصاص الدقيق عمي يكون عندي تشريح جراحي. انه هو بتخصص جهاز حركة وجراحة كذا ما ما درشو. هل الموضوع كله شو بدي منك انت فهموا. احنا طلاب الماجستير نحنا كطلاب لطوب في طلاب اختصاص. في عنا اختصاصات هي هضمية كامثلة يعني صدرية عصبية مبعب شو بولية هادون شو هن اختصاصات عم نحكي بشكل عام يعني كدراسات هالاختصاصات اذا بتلاحظون احنا شو قصناها جهازية تمام بس هي كفكرة عامة يعني جاي بدورة من دورات ممكن بالالفين وستعش بجامع التشريم بالتكملية فوجب الحكي عنها يعني هيك بيكون خلص معنا المقدمة وخلصت معنا اقسام التشريح بيضل علينا الوصف التشريحي بالاضافة للمصالحات التشريحية ومنشوفهم لهدهم بفيديوهات جاية بتمنى لكم بالنهاية التوفيق سلام